كلب الموت كما يسمونه في أوروبا هو الكلب الوحيد من السلالة الوحيدة على مستوى العالم الذي يأكل فريسته سواء كانت هذه الفريسة حيوان أو بشر هو أيضا محضور في معظم دول العالم كلب البريسة كاناريو مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على رسول الله كلب البريسة كاناريو هو سلالة قوية من جزر الكاناري في إسبانيا عندما يتم تدريبها وتكوين صداقات اجتماعية بشكل صحيح فإن كلاب البريسة كاناريو يسهلت الإنقياد ومكرسة ومطيعة لعائلتها ومع ذلك فهي كلاب حراسة طبيعية وتشك بشدة في الغربة وستتصرف أحيانا بعدوانية تجعل أشخاص أو الحيوانات التي لا تعرفها موقف بريسة كاناريو حازم وياقض بالإضافة إلى مزجه الهادئ والواتع مع جسم المستطيل السميك والعضالي والتعبير اليقد والقناع الأسود فإن كلاب البريسة كاناريو هي سلالة قوية الإرادة تستخدم تقليديا لرعي الماشية كما أن مظهرها المخيف ووعيها المفرط يجعل من بريسة كاناريو كلب حراسة مثالي يعرف أيضا باسم كلب الكاناري الجارح ويقال إن السلالة تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكانت تؤدي أدوارا مهمة جدا في حراسة المزارع وعمل الماشية وحتى إبادة الكلاب البرية أو الضالة يمكن إرجاع جذور بريسة كاناريو إلى السلالات الرعية القديمة وقد تكون عدة سلالات أخرى من أصل إسباني قد ساهمت في تكوين بريسة كاناريو على وجه الخصوص إلى جانب قدرتها على إظهار غرائز الوصي الطبيعي حتى بدون الحاجة إلى النباح المفرط فليس من المستغرب أن هذه الكلاب غالبا ما يتم تربيتها من أجل مصارعة الكلاب وبسبب ميولها العدوانية تم حضر بريسة كاناريو من عدة بلدان مع ذلك يتم قبولهم من قبل نادي الكلاب الأمريكي مظهر بريسة كاناريو هو مظهر مولوصور نموذجي برأس عريض ودخم ومربع وجسم سميق عضلي وشكل مستطيل يتراوح طول هذا الكلب من 55 إلى 66 سنتيمتر أما الوزن فيتراوح ما بين 38 إلى 49 كيلوغرام أما المعطف فهو قصير والذي يكون خشنا قليلا عند اللمس ويأتي بجميع درجات اللون البني الفاتح واللون الرمادي الداكن تميز هذه السلالة بالطاقة العالية ولذلك تحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضي اليومية مثل اللاعب في الهواء التلق وأخذها للعديد من مصارات المشي كل يوم ويمكنهم أيضا تعلم الألعاب داخل المنزل وبسبب حرس كيلاب بريسة كاناريو على إرضاء صاحبها وقابليته للتدريب عالية للغاية يتطور أداء هذا الكلب عندما يكون لديه عمل محدد عليه القيام به اللياق البدني القوية والرياضة لدى الكلب بريسة كاناريو تمكنه من المشاركة في الأنشطة التي تتميز بالقوة مثل السباحة والمشي تكون هذه السلالة مناسبة بشكل كبير للمربين ذوي الخبرة خاصة إذا كانوا يحبون الخروج كثيرا بصحبة كلابهم والتنزه معهم وتوفير فرصة كبيرة للنشاط في الهواء التلق عموما فإن غالبية كلاب بريسة كاناريو هي كلاب لا تتعرض كثيرا للأمراض وتتميز بالصحة الجيدة نظرا لحجمها الكبير ولكن من المحتمل أن تكون عرضة لتشوهات مفصل الفخد أو خلع الورك سواء تم إعداد الطعام في المنزل أو قمت بشرائه فإن معظم كلاب بريسة كاناريو سوف يكون أداؤها جيدا مع أي نوع من أطعمة الكلاب ذات الجودة العادية لأن هذه السلالة من أكثر السلالات نشاطا وحركة فإنها تتطلب المزيد من الماء عن الكلاب العادية كما ينصح باستخدام الأطعمة التي تحتوي على قدر كبير من البروتين ترجمة نانسي قنقر